وتعامله في قدوة اللبس مع زمايله يا كابتن انا اكتر حاجة عجبتني في الشناوي من بعد كاس العالم 2018 يا كابتنين لنقطة التركيز مركز جدا 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 في دوره مركز في اداء واجبات مركزه الاول ثم قيادته وتوجيهاته للعبين وزمايله في الملعب ثم اكيد بالتبعية داخل قدوة اللبس انا معرفش هو طبعا الدوري عشان برضو الموسماني قال لنا كان ما بين الشتين مبارات النادي الاهلي والزمالك انت عارب طبعا بعد الهدف بتاع شيكابالا كان فيه هزا شوية اول ما دخل قدوة اللبس الشناوي طلب من الموسماني ان يدي له بس جزء خمس دقايق او سبع دقايق يبدأ يتكلم عن اللعيبة وموسماني قال لهذا كان دور مهم جدا جدا لقائد الفرق انه بلغة الكرة انت عارفين يا كابتنين انت تفوق اللعيبة 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 تفوق شوية فهو ده الدور اللي ام بيه انا اعتقد ان الشناوي عمل كده لان برضو لسه احنا بنتكلم عن الموسماني ماكملش شهرين ما هوش عارف برضو اللعيبة لسه ما هوش عارف اللعيبة المصرية وطباعها وشخصياتها عاملة ازاي فالشناوي من ضمن تركيزه احساسه بالنقطة دي اكتر احساسه ان الفريق محتاجه هو كقائد للفرقة انما من الحاجات اللي عجباني كمان في الفرقة كابتن هاني ان فيه اكتر من لاعب دلوقت عنده الشخصية دي يعني اه ايمن اشرف ايمن عنده النقطة دي علي معلول علي يعني تحس ان علي مولود جوه النادي الاهلي اه 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 قائد للنادي الاهلي بدون شارع فهو ده اللي انا اصد يا عمر السلية في نص الملعب اه المجموعة كلها يعني يعني كل العناصر حتى اللي معندوش النقطة دي تحس ان قلبه وليد سليمان وليد طبعا وليد يعني من يعني من اهم الناس اللي كانوا في الجيل بتاعنا وما خدش حقه يعني يعني ما خدش حق انا بالنسبة لي وليد من اهم اللاعبة اللي جات النادي الاهلي وودت للنادي الاهلي باخلاص كبير جدا فانا انا بحترم وليد واداء وليد واروح وليد بشكل كبير وليد حتى لو بلعب خمسين دقيقة او ستين دقيقة في المباراة بيكون افضل اللاعب فيهم يا كابتن هاني فدي النوعيات اللي انا مبسوط انها تبقى موجودة في النادي الاهلي النوعيات دي بتضيف ودايما بتخلق دوافع لنفسها وللفريق فهي دي اللي انا حابب انها تكون موجودة كان في نجوم كتير